طيب بس لماذا اضع الانبرتر اي احد وليش؟ ماذا عندي اعتمد؟ الاهداف ان الحمل لفسه AC يعني دائما استخدم الانبرتر من DC الى AC حسب ظروف الحمل اللي انت الشارع انا اجد في المكان ده كشاف ده AC فانا مضطر اخو شكل الكهرباء اللي يضاع كأنك عندك الكهرباء البطارية نعم يعني ايه الفرق بين كهرباء البطارية ايه الفرق بين كهرباء البطارية ان هنا انت عايز تشغل مراحب تكييف الساب النادل الكلام ده كله بيأكل AC صح فانت مضطر تحول شكل الكهرباء يعني لو كانت الواحدة الدقة الشمسية بتطلع لي AC والاندخل على الحمل عدود اما هي عشان هي زي ما اخدنا امس وبالتالي هي بتطلع DC انا لازم احول لي DC بس انا فلو رحته في مشروع فيك اشتفات زي ده بتشتغل DC يبقى مش معتك انفرتر السولر فيها كاباسترات كاباستر فين فبقى الواحد الشمسية لا ما فهاش كاباستر ما فهاش كاباستر السولر عبارة عن كاباستر الوحدة بس احضب لحظة السولر. يحفظ الطاق. لا هي اه اه ده على المفتلة السولر ما بتحفظ الطاق. يعني الكهرباء اللي بتطبع لك لحظيا دي بتطبع. لو انت مسحبتهاش تمام? بتضيع. لا اذا جاء في الليل. تاني تاني. لو انا رحت حاطة الوحشة مسيئة. نعم. وما ركبتش لود. مافيش حالة تنسحب. طب لو ركبت لود سحب عشرة في المية من المحطة اللي بتنتجه. والتسعين دول هيبيع. ولذلك انا بنعمل ايه? في نركب بطارية عشان نستفيد بالفترة دي. ان الحبل بياكل ويشرب. انت بالاخر رحت جبت طلب اكل كده. كمام? جبنا خروف ان شاء الله هنا مع ضعط واعدل. ماي. كاننا شوية. كاننا ربع الخروف. الباقي ده هيضيع. هيضيع. وإلا التلات تربع دول يتاخدوا يتخزنوا. صح? يعني ما ما يغنيد. يوفي بس. هيغنيني ازاي? وهو انا دلوقتي مطلع الف وات. يهمة تاكل الالف وات? او لو انت كانت منه في فرسمية والباقي. الباقي ده هيوفيين? يطلع. هيفكرانه دوسيس. يعني استخدامه. فانت قدامك سبكتين. يهمة تخزنه في بطاريات? يهمة تخزنه على شبكة شركة الكهرب? السؤال ده هيكتنا مهمة جدا. لان في ناس بتعمل محطات في بي سي. ونحجي بطاريات اقل. ويقول لك او البطاريات فل والمحطة اللي افروضت هلل كزا. وانا في الاخير مش مستفاد. ايه ده عمل ديزاين غلط. قبل هتطلع. يا ايما تسحبها باللود? يا ايما تخزنه. نفس حق شوية وما سحبتش الباقي. الباقي درح. لانا بتخزن فين? صح. صحيح. طيب. اه دي حنت مهمة جيدة. دي كانت مكتوبة فين? ماكسيمم 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 ازل الا ينيه ستميلة. ستميلة كانت هيعمل ماكشنج بينه وبين مينيه هعمل ماكشنج بينه وبين الالواح. شفت انت في الالواح هو ليه كان يكذب على اللوح الاكسيمم فولتش بتاعه ستميت فولتل الى ماكشنج تكثر انك انت يبقى اخلك توصل مجموعة من الالواح كاسترينج او على التوالي. مسلا اللوح ده الجهد بتاعه عشرة. وانت عايز توصل كامل من ستة مية داخلت توصل ستين لغة. الجهد ده اللوح ده الجهد بتاعه ستين. وانت عايز توصل ل ستة مية داخلت توصل عشرة الواح على التوالي. كمام? يبقى خلي بالك الرقم ده هو ده الماتش. يبقى لازم تجيب توافق بين اللوح وبين الانبيرتر. كمام? يبقى الرقم اللي جهد كان مكتوب على اللوح اللات كان مكتوب على اللوح الشمسي. مكتوب على ايه? المكسيمان بولتيك ستمائة بول. ده بيخكمني في عدد الالواح المتصلة على التوالي مع معها. لازم اختار لازم اختار انبيرتر يتناسب مع هذا الرقم. او هل ينفع اقل منه يعلى هو زي وماشي. هل ينفع اقل منه ولا اكبر منه? ها? هو ينفع يبقى نفس الرقم. هل ينفع يبقى اقل منه? ولا يبقى اكبر منه? نعم. يعني لو ده اكبر يعني لو انا رحت جبت الانبيرتر اللي عليه الف. واللي مكتوب على اللوح ده ستمية. هو وسط شوية مع بعض وهم اقل من الستمية. ينفع يبقى الالف يبقى. صح? لانا لازم انا عارف لازم اعارف ان انا بعمل في حاجتين بين وبين الكرم. خلاص كده? يبقى ده الالف تقدر تدخل يستحمل. بس لو انت الالف ده. خلاص كده الف موتين مش هيمقى. بقى كده الانبي بي بي. حتة دي مهمة جدا. حتة دي مهمة جدا. اللي هي الماكسيمان باور بوينت. هتلاقي الانج كبير يعني اقل من اصلا سنجل كيل صح? هتلاقي مفوض يقول لك من مئة وستين مسلا سيء? الانتين وتمانين. طيب ليه جايب لي لنا الحاجة ستمية? بقول لك دفن. انا بدي لك امكانيا ان انت شاكر الكيرب اللي اسمه اي بي كيرب تقدر تمشي على اي رقة هي. كل بالعكس كل ما يكون الانبي بي. ده مش قيمة. مش بقى لي. ده رنج. كل ما يكون الرنج بتاع اكبر هنا يبقى احسن. تقدر تمشي مع الماكسيمان باور بوينت بتاعت مين? الالواحي اللي انت موصلها افضل. يبقى يمفعلي. الانفيرتر ده يسبب كزا نوع من الواحي الالواحي. من كزا شيرتر. طيب. طيب هو الرنج بتاعه مئة وستين لحده خمسمية بس الانبي بي بي فولتج رنج اللي هو المفروض المتوسط بتاعه هنا هي اكامة تتمية وستين. ده مش الجهد اللي هو بتاع مين? السينجل فيز اللي هو متين وعشرين. ده الريز بتاع الدي سي لان انت انت نايم اصدر احنا خلي بالك احنا في الدي سي. ده الجهد المتوسط اللي ممكن يدخلي من بتاع البطاريات او من الواحي الشمسية في الرنج ده. في سيبتر عالي. تمام? جهد عالي. اما انت توصل بها ممكن توصل تلات اربعة بطاريات طيب. طيب الميلي مبقى اقل يورد. هل بتقول لي? الفولتج اقره مرسومية. وادايته الف ستتمية والرقم ده تتتمية وستين اعايزه. ليه? انا عايز اتحرك حوالين ده لان هو ده افضل وضع. انا هزبط في ديزاين ان انا اقبقى ايه? يعني لو عندي ديزاين. خلي ريتل ام في الفولتج مثلا ربعمية واحد خليها تتتمية وستين. التتتمية وستين في الديزاين. تمام? احسن من انا روح لربعمية او تتتمية وسبعين احسن. تمام? كل مبعد عن الرقم ده. في تصميم هو صح بس في تصميم اصح منه او احسن منه. تمام? احسن منه. احسن منه. طبعا ترى شبكة. المنمو wait and initial input voltage. دول بيبقى conhecimento على اقل اقل. جهد ممكن يحصل. والمتوقع الانيشيال يبقى كان. يعني بقى قلبيا هو ممكن يحصل لو كانت خمسين. بس حتى في الاستارتن بيبقى الجهد المتوقع ممكن يوصل لحد التمانين بولتج ده يبقى انت في الاخير بتشوف كنت البرامتر دي وتعملت بينها وبين الالواح بتاعتك. الواحدة تتحمل افصحية كمها بير. اللي هو ده تيار التوالي. ايه. خفت الالواح المتواصلين مع واحدة تسمينها بسترين عشرة. الماكسيم لازم يما اقفر من الماكسيم مين? اتفضل. خمسين بس. خمسين فقط هذي. ايه. 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 ده رينج. بصنا نقول لك ايه. ببساطة كيف. اخرج الجدار ده والجدار ده. اللي هو جامع. مية وستين وخمسين. انت ممكن تجي دعوة هنا. ببساطة. اعد هنا. انت كده مشكلتك ومشيك الصهورة كويس. انت حليت المشكلة ان انت اقع في نص. لما انت جيت اعدت عند افضل قيمة. وده اللي كنا بنسمين في الهندسة. يعني في حل ويحل افضل منه. وحل تلت افضل من الاتنين اللي فاتوا. كل ما انت توصل بالسليوشن وده اللي بنعمله بالايدريشن. كل ما توصل بالسليوشن زي ان انت تبقى اقرب للايديال ده افضل. كل ما تكون اقرب للسليوشن ده بيبقى افضل. فهنا بيقول لك الرنج بتاعك المية وستين من الخنسمين اللي هم الكدار ده والكدار ده. افضل وضع ممكن توصله ده اللي اوالك يعمل عليه هاي لايت كده. اللي هو جام. بيقول لك الدوجان اللي انا بتعمل ستارتنج هو مش عالف. فانا مش عالف الاردينس دلوقتي. الشدة اللي شعائي الشمسي كان. فبيقول لك اقل حاجات ما ممكن ادخلها لك خمسين. بس في حالات ستارتنج انا درستها كتير مع كمبتابلتي مع انواح كنا انها الخمسين اللي ممكن تبقى ايه? تمانين. فانت اطبعت ستب شوية على الدخل اللي هي كده خمسين. طب كل ما بقرب منك باوصل للايديال. اللي هي تلتونية ستين او تلتونية. طيب. لازم احطه في دماغي موضوع مهم جدا. اي راحت يدخل في اي واي روح شمسي لازم يشوف الماكسمم شورت سيركت كام عشان يتعارف ان افتلال ده اللي بعده مفروض الشورت سيركت ده ممكن يحرق الانفيرتر. والتاني حاول يعمل قبل ده مشوية. تمان? قبل ده مشوية. بقى كده دي بقى ايه? في انفيرتر مثلا سيء عشرة كيلو. شفت انت في انفيرتر هنا. شفت هنا انفيرتر دخله داخل. انا بدل ما طلع على الخل بخلج واحد بس كده واحد طالع تمام? هو اللي هيدي اللوتز. في ناس تعملهم حتتين. في ناس تعملهم اربع اجزاء. يعني ممكن انه العشرة كيلو. انا اسأل عمل لك ايه? اينه نص اتنين نص اتنين نص اتنين نص اتنين نص اتنين او او اربع حتك. وتجمعهم يبقى في الاخر عحل. ده بيأثر عليه حتى انا افتغلت فقط رفصيانة الانفيرتر زي ده. ان كانت سنة امور بحفل اول كانتش حتى تفهم حيا. وانا زال يعني كنت تفهم لها حلوة يعني. بس ايه? لما تجي تدخل هنا يمكنك ان تجد انفلتر كالتوسترينج. يعني ايه او عبارة من الداخل كالالكترونيكس. هنا محول. يعني هي دائرة كهربية هنا. يعني دهنا يطلع عليك العشرين كيلو. مرة واحدة تدائرة واحدة بيجيب دائرة عشرة ودايرة عشرة. ويطلع عليك اوضو. ولذلك هنالك نحن ناخد الديزاين في انفلتر لمكانين تاخد منهم خالق. يبقى ده توسترينج. في واحد تاني ليه مكان واحد تاخد منه خالق. وهو عبارة عن دائرة الالكترونية واحدة جوه بتطلع عشرة. في واحد تاني عشان يوصل انه تطلع عشرة مش هتطلعهم خمسة او خمسة. همين? فهنا في بعض الانفلتر هتلاقينا كتوب عليها ايه? الماكسيمم الاندبيندان انبي بي انبوس اللي هي واحد لواحد. هنا تدخلوا واحد والخارج واحد. في حاجز لو انت بصيت. بص كده. ايه. تلاقي في حاجات داخلين? تمام? ايه? ديها اتنين. ممكن تلاقي ان اتنين افضلات او حسب بقى ايه التصميم بتاعي. ده كله كان فين? في ناحية دي سي. تعال انقل بتحتي بقى انت لما تجي تبص على ده بتاعت الانفلتر فيها ناحيتين? ناحية دي سي وناحية الاسي. هنا كان فوق ماكسيمم بي بي ار ري باور. ولذلك كان تلاف تلاف و بي. اقصى قدرة يمكن ان تدخل الانفلتر دي سي. اما هنا يتم تحتيبت الانفلتر في طلع كحب الضبط. او او ان رينج يعني. فبيبقى لات التباور. تمام? بيطلع الف و خمسمية ورق. ولذلك كان اسمه بنائم على. على الخارج. الخارج بتاوي. لو اصاني بوهي واحد رص يعني واحد يرص كيبين. الماكسيمم بابيرة بالاسي باور الف و خمسمية لان احنا قلنا اصلا من اببيرة انت باور هي هي الاس. الاس قصد هي هي لان التحويل من اي سي دي سي انا مفيش حالية ترانسفير حصلت من شكل الكهرباء لشكل تاني. تمام? النومدال اي سي بوتش ده جهز بقى ايه? اللي هيطلع على الاطراف بتاعت الخارج. احنا قلنا ده ايه? اطرق زي الرقم ده 22 او القريبين منه اللي هو الستاندر 22940. النومدال اي سي احنا قلنا ده ايه? الرنج اللي انت بتحكي فيه اللي انت عايز اللي هو حوالين ال22. بنسكة مثلا عشرة في المية زيادة او عشرة في المية نقص حسب الاكسبتت حسب شكرا بقى حسب الكوت كمان. فما اقدرش هنا روح اقول ايه? لا والله هي 229 وخليها 600 و180 لا. ولا زالك انت روصي لها 229. هو زول 60 بيت 280. مؤلل 60 بيت 82. فهو بيحكم لك هنا في حالة وعشان يبقى. ده بالعكس ده كل ما يكون او درجة درجة وان الرجل ده مضى حاجة اجزاجت 229. كل ما اقرب من المنزل القطي ما اقرب منك كده انت في القاعد. انت النص. لو قاعد انا في الجنب الحتة دي مش شايفها كويس. لو قاعد مش عالك مين انا في الجنب في حتة انا متحرك انا جايك في ضغط الرجل ده اولا. فمش شايفها. اما اللي قاعد في النص ده ده هو فانت كل ما اتقرب من الميتان وعشرين الى افضل. فهنا الحاسي دي. اما الحاسي الحاسي لانه هو مش ضامن. صح. فكل ما يدي لك حاجة مهمة جدا. احنا انك ما كناش بتكلم عميرتز خالص. صح. هناك نخلنا ولذلك انا بسجل لك هو الراجل بياخد دي سي سينال ببصارة الانفيرتر وادخل في التقطيع الشمع والمصبت والمصبت آآ ترانزيستور والاي جي بي تي والكلام ده. الكلام ده هيفيدك جدا لو انت اتخذت في الانفيرتز من الداخل. هنا بقى بده اقول لك والله الانفيرتر ده في ميزة. انه بشتغل عال خمسين والسيتين يعني والله الانفيرتر ده شغلت بالسعودية شغلت 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 بايحة. هم مو بش غيرهم في العالم كله لانشغالين بايحة. كل شركات القربعة المستوى العالم استغلت بتردددين. يا خمسين يا ستين.